يا أبو عامر طال أمرك أنا بأعطيك الصالفة بخويطها منتقعت من أرام كل سنتين ولدي عبود مع ابنيتها هيقبلوهم في جامع عندكم في الرياض قلت عاد أنا أجي معاهم مرة وحدة حياك ماما قم يا عامر أبوك رح جيب عشان تعشحنا وياهم لا لا يا كثر الله خيرك يا أبو عامر أنا ما جيت أتقه ولا علشانك لكن أنا متعود ما تيجي الساعة التسع ألا أنا متعشي مع عيالي وهذه عادة ما قطعناها من زمان حشان أشرة أخبار دي ترى سمعتك والله ترى ما يجوز التجسس طيب يجوز الحش أحيانا عامر قم ورا بوك رح جيب كهربائي شوفوا انها النملة فشلت كهربائي؟ وش حقه كهربائي؟ عندكم سلام سليمون شغل اللمبة يا أبو كهبو يا عبود الله يعطيك العافية الله يعفيك يا عمي ما سوينا الشاي تخاول الصراحة إي عادي بس بتعشر مع الوالد وبجيكم ارسلي اللوكيشن أم عاد طلعت حق الأنباط بعد شا سوي؟ أنا أعلمكم شا تسوي خلص عشاك واجب لي شاهن الخدر إزهلان يا كافو والله كافوك الطيب ركز يا أخوي الأول حكم أحكم وظلم يا الجارة الجديد قوم يا واد ما تحكم إكا وأنا هنا جيب أصن أخذها مع الدابل دابل مين؟ دوبرة بداية اللعب إيه النتاحات؟ يا أبوي الدابل مفتوح من بداية اللعب لآخرة وين يا أبوي؟ في أي قانون ذي؟ معروف دابل الصن فوق المية؟ قوانينكم الخويسة ذي ما تمشوا إياه يا تلعبون زي الناس ولا ألعب لك أونو أجلد؟ إيه؟ إيه عامر إنت عارف ما في دابل الصن تحت المية؟ كيف توقف ما؟ إيش تبغاني عززلك أنت يا أبوي؟ أكيد بعزز له هو خويه؟ خلاص نسأل واحد محايد برا اللعبة كفتا في دابل صن تحت المية؟ إذا المدبل؟ هو اللي مسوي الشاهي؟ أيوة فيه؟ آآ كفتا يقول أيوة فيه وإنت ما لقيت تسأل إلا كفتا؟ طبيعي بيعزز معهم كلامه منطقي إذا هم بقدل إكا ليش يحش غوحة ويأخذها؟ وزع لي بس وزع أسمع كلامه وزع لا تناظرة سرى يا الخوي ومعك سرى تعيش الطرى هذا سرى عز وهذا سرى شل يا الخوي شل؟ هفوق إلعب يدك يا الخوي سوى جيتك بالديمن عشان يحل الدبل يا الضعيف اثنين انشاط وحش يا خوي هذه الحالة 68 بالمغار فالخير يا عيال من أولو تسعاوي اللي برا؟ شكرا